موسيقى ماشي الله أعطيكم عافية وأهلا وسهلا بالجميع اليوم المحاضرة الرابعة بسلسة محاضرات المبسطة عن علاج الآلام طبعاً علاج الآلام تخصص بحد ذاته وهذا التخصص الذي أنا أتخصصه لا يمكن أن تكون هذه المحاضرة محاضرة كاملة ومغطية كل شيء أنا بالنسبة لي هذه المحاضرات مختصرة لكن حاولت أن تغطي جميع الأذواق محاضرة اليوم بالنسبة للجراحين والجراحين أهم في المحاضرات السابقة أن المحاضرة اليوم تتكلم عن أشياء تمس حياتنا اليومية ومهمة للجراح فاللي أشياء ماكسفي باستفادة من المحاضرات لأنه واحدة كانت فارماكولوجيا واحدة كانت فيها فيسيولوجيا وفاثولوجيا اليوم ستكون باستفادة أشياء الأشياء التي تعلمناها في الثلاثة أيام التي ستكون اليوم سنضعها مع بعض ونرى كيف نحن ممكن نعمل بلان حتى نعالج الألم بمرضاننا اليوم سنتكلم عن طرق علاج الألم والاستراتيجيات نختار نوع المسكن لطريقة الإعطاء سنتكلم اليوم قليلا عن الإبيديورال والسفاينة الأبيويت سأضع 10 سلايدات عن الأنستيزيا الأنستيزيا لأن الجراحين لأنني أنا أحبب أن يكون غطي بشكل جيد الأنستيزيا هذا يحتاج كورس لحاله فأنا بس رح أحكي عنه كم سطر بعدين رح نتكلم عن شيء بتهم الجراحين اللي هي الآن يعني بنشتغلها إحنا بأمريكا مع كل الجراحات الاسمه Enhanced Recovery After Surgery الإيراس رح تسمعوا حتى المؤتمرات بكل الأماكن يقول لك إيراس 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 بروتوكول رح نتكلم عنه شوية عن الإيراس بعدين رح أختم بالنهاية بالأماكن اللي عندها رسورس ليمتد يعني ما عندك أنت أدوية مثل الوضع اللي عندكم أو المناطق الفقيرة كيف أنا ممكن أدعى هذا الشق الأطول من محاضرة اليوم إن شاء الله نحاول نخلص ساعة ساعة وربع أولاً لما أنا عندي مريض مهم أني أخطط وأعمل خطة لعلاج هذا الألم قبل حتى العملية وهون طبعاً أنا بقدر أنه الوضع مسحوم وما في وقت لكن خصوصاً لما مريض يعني الجراح هون مهم أنه يحكي مع التخدير إذا شايف في مريض والله عمليته كبيرة ممكن يكون فيها ألام كثير أو مريض يعني على أفيونات أو مريض في العوامل اللي حكينا عنها بأول محاضرة اللي هي ريسك فاكتور ممكن تنبأك أنه هذا المريض يكون عنده ألام شديدة فهون مهم أنه الجراحة والتخدير يتكلموا قبل العملية أنه أنا كيف راح سكن الألم عند هذا المريض ويعمل خطة مع بعض الاثنين يشتركوا فيها طبعاً الفكرة ليش الاثنين يشتركوا فيها وهي راح راح أرجع دقيق عليه آخر شريحة لسببين الآن بطبيعة التعلم اللي عم يتعلموا التخدير سيتعلم عن الألم أكثر من الجراح فمن المنطقة أنه يكون يعرف أشياء عن الألم أكثر لكن بالمقابل أنت الجراح بيعرف عن الألم أكثر بيعرف هو شو متوقع ممكن كم بتطول عملية شو بده يشيل شو بده يحط فلابد أنه اثنين يحكوا مع بعض فهون نقطة البداية نتفق أنه كم ممكن تكون هي العملية مؤلمة على خبرة الجراح وخبرة التخدير وكم رح تستمر فترة العملية ساعة ساعتين وعشر ساعات إلى آخر دائما إذا كنا نستطيع أن نستخدم ريجون الأنستيزيا سواء بعمليات العظمية أو شخص عنده فتح بطن كبير وممكن أن نضع له دائما هي الأفضل لكن إذا كان المريض مثلا عنده مشاكل الصفايح الدموية أو مشاكل نزيف أو التهابات أو أي أسباب تمنعنا أن يضع له أو يضع له ريجونال معناها أنا أريد أن أفكر بشيء ثاني وهذا مثل ما حكيت سيكون نقاش قبل العملية لا نستنى لبعد العملية مهم أيضا جدا أنه نحن نتكلم مع المريض قبل العملية سواء كجراح أو كتخدير ونكون واقعين معه أختي هاي عملية مثلا استقصار رحم هاي عملية كبيرة رح يكون فيها ألم من المتوقع أنه يكون الألم شديد أول يوم رح يستمر أسبوع الزمان وأيضا نطرح على المريض الخيارات التي يمكن أن يكون لدي ممكن أن نضع له أو أبيويد أو أبيويد سأتحدث له أنا ممكن أن أعطي كيك وممكن أن أعطي كيك يعني نحاول أن ندخل المريض باستخاذ القمار ودائما يجب أن يكون لدينا خطة بع دائما يجب أن يكون لدينا خطة بع طيب أفرض أن أضع الخطة ورحته محسنت كان ظهر المريضة أو ظهر المريض في شكوليوسيز ومحسنت شو الخطة بع دائما يجب أن يكون لدينا خطة بع وحتى يأتي الآن لما أنا بدي عندي مريض بغرفة الإفاقة أو بعد العملية رايح أن أراه أنا وبيدي عنده ألم أول شيء مثلاً الممرضة مثلاً بعد العملية والله هذا المريض أنا يا دكتور لساتو أو يا تخدير أو كذا لساتو أم بيسي طيب أول سؤال شو عطتو عطينا مثلاً خمس مورفين عشر عشر إلى آخر طيب استفاد ما استفاد أنا مثل ما حكيت بالمحاضرة الثانية أنه لازم شوف المريض لازم أفضل المريض لأنه أحياناً بيكون المريض عنده مشكلة يعني خصوصاً لما تكلم عن العظام مثل ما بتعرفوا مثلاً الدكتور مثلاً عمل العملية وحط مثلاً صفايح أو حط جبيرة وممكن تكون ضغطة مثلاً للجبيرة وعملت لكم ممكن المريض عنده نزيف داخلي فلازم أنا أشوف المريض وأفحص المريض وأتأكد أنه ما عنده مضاعفات يعني تحتاج تدخل سريع دائماً مثل ما حكيت لكم أنا نستخدم المقياس من صفر إلى عشرة وأهميته من صفر إلى عشرة أنه يساعدك أنك أنت تعرف يعني تعرف إذا جيت شفت المريض بعد وكان مثلاً ألمه عشرة وصار ثمانية على الأقل أنت تعرف أنه والله أنت متجه بالاتجاه ما عدا قلنا الأطفال حكينا عنهم بارح ممكن نستخدمهم الطرق اللي حكينا عنهم أيضاً مهم أنه نعرف طبيعة الألم يعني مثلاً مريض عنده عملية فتح بطن وهذا يجب أن تشريكي من ألم بالبطن وأنت سترى مهم أني أعرف هل هو الألم جداري أو السوماتيك أو الألم داخلي إذا كان الألم جداري والله من الجرح أنا ممكن أحط له مثلاً لوكا الأناستيزيا واللي أعمل له أحد أنواع الريجنال الأناستيزيا هل نسميهم التابلوك أو الكوئر صعب لكن التابلوك سهل كثير ممكن أي حدا بيعملها إذا عنده الإيكو هي ترانسفرسس أبتومنس بلوك إذا كان الألم من جوه التابلوك ما رح تفيده الألم الداخلي هذا يريد أن أعطيه أنت ممكن أن يشتغل الألم الداخلي مثلاً في هناك إذا عنده نيوروباثيك باين هنا موضوع مؤقت قليلاً النيوروباثيك باين بالشكل العام لا يستجيب للأفيونات وبالتالي أنت تريدك تعطيه أدوية تساعد دعني أرجع خطوة يستجيب للأفيونات باستثناء المثادون 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 كويس للنيوروباثيك باين لكن لا يوجد ذلك فنتانين المورثين ما كثير كويس ما يمكن أن يكون أحسن بالنيوروباثيك باين الكيتامين واللايدوكاين والجابابلتين ما يجب أن أفكر فيها عندما أختار الدواء دائماً يجب أن أعرف القصة المرضية عند المريض هل هذا المريض عنده مثلاً الربو؟ هل الربو هذا شديد؟ أم الربو هذا بسيط؟ إذا لم أتأكد ممكن أن أسمع صدر المريض إذا كان الربو شديد يفضل ما أعطيه ودائماً اسأله عن الحساسية للأدوية ما بدي أعطيه دواء للمريض يكون عنده حساس مقارب له انظر للأدوية اللي بيأخذها المريض قبل العملية تحديداً تحديداً المرضو يأخذوا أدوية للاكتئاب مثل ما حكينا الماو انهيبتور وال والمجموعات يزيدون السيروتونين فإذا أريد أن أعطيه هيفيدين وعطيه ترامدول أنا رفعت إمكانية أنه يستطيع هذا المريض يسمونه السيروتونين سندروم حكينا عنه المحاضرة الثانية طيب بعدين أريد أن أتأكد ما المريض أخذ هذه النقطة كمان مهمة على فكرة الزملائي بالتخدير حتى لما أريد أن أرى المريض يشتكي من تقيعه بعد العملية نفس الفكرة أنا أريد أن أسأل ما مريض أخذ طيب المريض أخذ 10 ميلي جرام مورفين طيب دعني أخذ شيء ثاني جرب كيتامين جرب 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 أي شيء ثاني فمهم أنك تعرف ما أخذ الـ اللي هي الدرج رح نحكي عنه وبعدين الـ يعني كيف أريد أن أعطي المريض القاعدة العامة القاعدة العامة القاعدة العامة وخصوصا هاي الأيام مع الإيراس بروتوكول الذي رح شوية أتكلم عنه أنا يمتع المريض بالفم حتى أنا حطت لكم سؤال بالاستبيان الفم هو الأساس يعني المريض بعد العام طاحي كويس وما عنده غثيان وما في استفراغ وعلاماته الحيوية مستقرة شو المانع أني أنا أعطي حبوب حتى لو كان بعد ما الساعة أنا أعطي حبوب فقط أريد أن أتأكد طبعاً أنا لا أتكلم عن واحد عمل عملية بالمعدة أو بالأمعاء أو في هذا الهضم هذا كلام مختلف لكن أنا مثلاً واحد عمل عملية قدرته وصحي الآن بعد ساعة من الإفاقة مريض صحي كويس يحكي ماي ما في غثيان ما في علاماته الحيوية مستقرة ما في مشكلة أعطي أنا بل بالفم كل ما بدأت أعطي بالفم أسرع كل ما أنا جحست المريض أن يطلع من المشفب لما أنا بدي أعطي لما إحنا مثلاً إذا في فكرة أنه نعطي لايدوكين مهم أني أنا أعرف هل هذا المريض الجراح أعطاه مثلاً مخدر موضعي تحت الجلد لماذا؟ لأنني بدي أحسبه التوكسيك دوس ما بيصير الجراح مثلاً ما أعطيه 20 سي 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 وإيجي أنا يعمل له مثلاً نير بواك وعطيه 45 سي 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 يعني لازم أني أكون عارف شو ماخد ومحكي مع ذلك الدراك بوتنسي رح أتكلم عنها قوة الدواء يعني أنا نرجع لقضية كم الألم يعني إذا المريض حكالي أن الألم عندي ثلاثة أو أربعة لماذا حتى أعطيه مورفين؟ أعطيه بنادول أعطيه بوبروفين هذه دائماً مهمة دائماً نحن نحاول نحسس المريض أنني يا أخي لم أأتي أعطيك أو المريضة أنا لم أأتي أعطيك على كيفي لا أنا ممكن أعطيك وممكن أعطيك إذا أعطيتك كثمين ممكن يصير هذا إذا أعطيتك كثمين ممكن يصير هذا ما رأيك؟ نجرد أنك أنت تتعامل معه بشكل يعني وآخر نقطة مهمة هي الكتابة مهمة لازم نكتب يعني أنا شفت قصص كثيرة مثلاً ويعني ما بدنا يعني هذا لكن يجى مثلاً التخدير زار المريض بالإفاقة الممرض لم ينتبه عليه يجى التخدير مثلاً خمسة ميلي جرام مورد راح التخدير يجي الجراح شافه ليش هذا عنده ألم أعطيه كمان خمسة ميلي جرام أوب وعز دخل برسباريتي وضروري أنه نكتب ونوثق بالإضبار ما كتبنا ضروري جداً وآخر نقطة أنه إحنا نطلع على البور سايد افكت مثل ما حكيناك كل ما تعطي أدوية بدك تراكت بالمريض وتتأكد أنه ما صار عنده تثبت بالتنف ما صار عنده انخفاض بالضغط انخفاض بالنبض حتى الآخر هذا السلم طبعاً فكرة السلم هي بل WHO قبل كم سنة عملوا WHO سلم لعلاج الآلام المزمنة إذا دخلتوا على موقع WHO تجدوا فيه سلم لعلاج الآلام المزمنة نفس فكرة السلم أخرى نفس فكرة السلم أخذناها وحاولنا نطبقها بالآلام الحادة بعد العملية طبعاً إذا تلاحظوهم بالسلم أول درجة بالسلم وهو البندول والإنسد يعني مثل ما حكيت أنا بالمحاضرات السابقة أنا كل مرضاي بدون السفناء أعطيهم بندول إلا إذا كان الكبد عنده مضروب الإنسد أيضاً أعطيهم إلا إذا كان مثل ما حكينا إحنا خايفين من نزيف خايف عنده مشاكل لكن الأساس أنك تعطي بعدها إذا الألم بوسط يعني نفرض صار الألم هون بمرحلة الوسط اللي هي من من أربعة لسبعة أنا ممكن أعطي مسكن أوبيويد خفيف ممكن أعطي ترامدون وضيف كودين على الخلطة مع البندول أقصى شيء دائماً أنا أخلي آخر مرجع إلي الأبيويدات القوية إذا فعلاً مريض بحاجتها أنا أعطيه بس ما أخليها عادة إنه أنا كل ما لازم فكر من هون حتى لو المريض ألموا عشرة من عام وأنا قررت أعطيه مورفين لازم أعطيه بندول لازم أعطيه نانستيرويد اللي راح أتكلم على هالكلام اللي دائماً إحنا ما نفكر فيها لحد ما إحنا تعلمنا وفهمنا قضية الهايبر الجيزي اللي أنا حكيتها بالمحارب اللي هي أنا في تحديداً لما تتذكروا كنا نتكلم عن الـ NMDA ريسيبتور في أدوية بحب أعطيها حتى لو ما لها تأثير قوي على ألم حالياً بس بتهمني بينها تمنع الـ Hyperalgesia وتمنع حدوث ألم وزمنة هذه العملية من ضمنها أنا بحب اللادوكين ولكتم القابة بنتين مثل ما حكيت لكم بصراحة كل الدراسات الجديدة مع سبلة مصلحة القابة بنتين مشكلة القابة بنتين ما عش ولو طولت عليكم مشكلة القابة بنتين أنه بصراحة واللاركة كويس للآلام المزمنة بس مشكلته أنه يأخذ وقت حتى يوصل إلى مستوى معين من الجرعة حتى تساعد انت مهم كم تبدأ بجرعة عالية لأنه يعني بتنوموا المريض يعني إذا ما بعرف كم منكم عطى لاركة ولا قابة بنتين أنا لو بعطي جرعة اللي هي بتعتبر خفيفة مثلا 600 مليجرام قابة بنتين المريض بينام بعدها يوم اللاركة بصراحة 75 مليجرام أو 150 مليجرام هي جرعة عالية صديني رح ينام بعدها المريض يومين فلذلك هذه مشكلة القابة بنتين لذلك أنا شخصياً ما أحبّد أن أستخدمها بهذا ولكن حتى أنا بأمريكا كثير يستخدمها الآن العلاج الآلام القديم اللي نبدأ بالقديم كان الأساس بعلاج الآلام بعد العملية هي الأفيونات بعدين كنا بنفكر أنه بدي أنا أضيف بنادول ولا أعطي كتامين وآخر شي كانوا يفكروا أعمل ريجان أستيزيا ولا أعطي لايدوكين الآن مقلب الحرم رأساً على عاقب الآن صار أول شي بدي أفكر فيه أنا مثل ما حكينا هاي بيسموها الفونديمينتل ألجيزيا لازم أعطي بنتين ولازم أعطينا ستيرويدل ثلوبريكس أو هاي بوبروفين أو أي المتوفر كتوريلاك كويس حكينا أنه وهو الريجان الأنستيزيا الريجان الأنستيزيا أرجع وأكرر سواءً إحنا ما أقول أن ريجان الأنستيزيا معناها معناها سبير الطرفي معناها أفيجيورال معناها سباينة كل ما أستطيع أن أعملها دعني أعطي هذه المشكلة بعدها أفكر أنا بالليلوكاين مقنين أفكر بالكتامين بالديكساميتوميدين آخر شي أنا بلجعله الأوبيويد أنا هون سأطول أيضاً عليكم أليس آخر محاضرة سامحوني مثل ما أحدثت لكم أنا دربت أول شيء على عرب بورد وبعدين انتقلت لأمريكا كان عرب بورد سعودي بورد انتقلت لأمريكا وعملت من أول جديد هذه الطريقة التي كنت تفكر فيها وأنا كان أخدر المريض أول ما أبنومه ومع المرخي أعطيه هذا مثل يعني كل مرضى أعطيه هذا بعد قليلاً أفتح أمبلة المورفين وأبدأ أعطيه مورفين عندما أتيت هنا وجدت أن الدنيا كلها مقلبة رأساعة مثل ما أحدثت في أول محاضرة أنا لم أتذكر أعطيت فنتانيل لأي مريض خلال أربع سامة مرضى كمرضى الكاردياك الكاردياك هؤلاء هؤلاء محاضرة لكن أنا أتكلم على شاب أو صبية جاء عندها عملية أو مريض عنده عملية فتح بطن وقلبه كويس لا يوجد مشكلة لماذا أعطيه فنتانيل لماذا أعطيه فنتانيل فنتانيل أنني أعالج الألم ولكن لنبدأ الألم الألم ممكن أن أعالجه مثل ما قلنا بالبريفنتف ليس بالبريامبتف الذي قلنا فيه بأول محاضرة فممكن أن أعطي كتامين ممكن أن أعطي لايدوكاين ممكن أن أعطي الأشياء سأتكلم عنها بعد قليل فهذه الطريقة المورفين مثلاً واحدة جاءة عامة قيصرية وتحت تنبيئ تحت مثلاً تخدير عام كانت أعطيها 10 ميليغرام مورفين قبل أن أصحيها الآن لا أنا لا أعطي نادر جداً أن أعطيك تخدير عام لأنه هو الأساس لكن حتى لو قدرت تخدير عام لا أعطيتها مورفين نهائياً ولا أعطيتها هيدرومورفون أعطيها الأشياء التي سنحكي عليها الآن مثل ما قلت عندما ننتبه على طبيعة المرض وأتأكد ما هو طبيعة المرض نيوروباثيك باين نيوروباثيك باين نيوروباثيك باين بشكل عام معنى كثير يعني ظاهر بأول يوم بعد العملية لكن ممكن يكون المريض أصلاً عنده نيوروباثيك باين أو المريض مثلاً عمل عملية وتحديداً فتح الصدر تراكوتومي العمليات التي فيها قط على الأعصاب بشكل كبير أحياناً حتى الهرنية أحياناً الجراح بدون ما انتبه يقطع الأليوينجواني بالتالي ممكن المريض يحصل عنده نيوروباثيك باين مثل ما حكيت نيوروباثيك باين بشكل عام ما يستجيب الأفيونات بشكل جيد بالدكتات يعمل على الـ MDA المفادون يعمل على الـ MDA الـ MDA الكتامين يعمل على الـ MDA وكيديوكين ليس بالضرورة يعمل على الـ MDA لكن يساعد بالنوروباثيك باين وطبعاً الـ Reginal Anesthesia ونعطيه الـ Anesthesia الآن ما هي الوسائل أو الطرق التي أخرجها مسكّلة الآن على الجهاز الهضمي سواءً عن طريق الفم أو عن طريق من أسفل عن طريق الجهاز الدوري وريد عضل تحت الجلد ممكن أعطي PCA اللي هي patient control analgesia ممكن أعطي intrathecal analgesia هاي أنا اليوم رح ركز عليها لأنه ما أتوقع أن تستخدموها كثير ممكن أعطي epidural والlocal والregional تم عنهم كلهم طبعا لما أنا بدي أعطي مسكن وأنا عم بصفون هيك أنا بدي أعطي oral ولا بدي أعطي وريدي ولا بدي أعطي عضلي عم تفكر أنا كيف بدي أتخذ القرار أول شي أنا بدي أفكر بالpeak effect اللي إحنا حكينا عنها بالمحاضرة الثانية إمتى هذا الدواء بالpeak effect إذا نشط ذكرتنا شوي إذا قلنا أسرع أنا واحد سريع الفنتانيل ممكن خلال دقيقتين بخمس دقائق بيوصل الpeak effect المورفين بيطول شوي بيأخده عشر دقائق عشرين دقائق فيوصل الpeak effect بس إذا أنا بدي أعطي oral لاحظ الأورال بيطول حتى يوصل الpeak effect يعني أنا هذا مثلا عن طريق الوريد لنفرض أنه ما حاطت هنا وقت بس أنت تفكر فيها الpeak effect سريع يأتي بعده بالسرعة إلا بعض الأدوية اللي هي الabsorption تبعها بيختلف لكن هاي قاعدة عامة ويأتي بعده الأورال ما معناته هذا الكلام؟ معناته إذا أنا مريضي الآن بيسيح من الألم فليس من المنطقي أنه أنا أعطي طبعاً فليس من المنطقي أني أعطيه أورال دعني أعطيه IV لحد ما أضبط له أموره بحوله على الأورال لماذا أنا لازم أحول على الأورال؟ هاي مشكلة الأورال الأورال عفوا هاي مشكلة الـ IV الـ IV هو بالأخضر الـ IV شوفوا شو بنساوي إحنا عطينا هنا الـ IV بسرعة بيوصل للـ peak وبسرعة بينزل بينما الأورال بيوصل للـ peak بيطول شوية وينزل فأنا لماذا أرجع أقول الأورال بيطول أكثر بيستمر بالـ therapeutic range هاي المساحة من هون لهون هاي المساحة الـ therapeutic اللي هي الإلاجية لاحظ هون أطول مساحة الإلاجية من هون فبالتالي أنا الأورال هو الأساس أنا بحسن بيعطي أورال بيعطي أورال لكن إذا بدي شيء بسرعة أنا بيعطي IV وبدعم بأورال وبس إن شفت المريض مثل ما حكينا أنه ما عد في عنده استقيام ما عد عنده من ناحية البلع وواعي خلص أنا بيعطي أورال هاي كيف أننا نختار الأورال من هذا طبعا الأورال يعني مثل ما قلت أنا في حالات بسيطة اللي هي مثلا واحد عامل ايفر لويس وصفة والله عامل على المريء على المعدة حالات معينة طبعا أكيد رح تحكي مع الجراح والجراح يحكي مع التخذير إنه هذا أنا ما بدي أعطي شيء عن طريق الفم نهائية بالمناسبة حتى الطريق القديمي من الجراحة كان معظم الجراحين بتلاقي عمل عملية بطن هتطل له للمريض عن طريق الأنف وخلاه يوم يومين وعم بيستنى إمتى تتحرك بطنه إمتى تتحرك بطنه الآن بالطريقة الجديدة اللي هي الإيراس هذا الكلام ما عد موجود حتى عمليات القولون هذه الأمعاء إلا يعني إذا أنت عامل مثلاً كولونوستومي الكولوستومي أو الإيراس عامل فتحة خارجية وما أنك عامل بريماري أمستوموسي موصل حتى هذول إحنا بنعطيهم أدوية بالفم حتى يحركوا بطنه وتطلع الغازات وحتى الانجي تيوب ما عد حطيناه عندهم طول ما إنه المريض ما عنده غاز نعطيه ونستنى عليه هاي مثل ما حكيت لكم الإيراس مهم جداً ولازم إحنا نعمل فيه محارب بس ما رح نتكلم عنه كثير اليوم طيب إحنا قلنا أورال حكينا عنه شوي وحكينا عن الريكتل شوي الريكتل أكثر شيء يعني بالمناسبة إحنا مرت فترة عندنا انقطع عندنا فنتانيل والهيدرومورفون فكنا المرضى لما نعطيهم كنا نعطيهم تحميلة أوبيويد يعني حتى المرضى الكبار لكن هاي التحميل خاصة أطفال يعني أنا مثلاً لما أخدر مريضي أول ما بخدره بحط له تحميلة مثلاً باريس وثامور وحكينا بالجرعات مبارح العضلي يعني إذا أنت ما عندك كان ولا ممكن تعطي عضلي بس مثل ما حكيت أنا بحاضرات السابقة العضلي مؤلم وما ضمن دائماً الأبزوربشن الامتصاصي يكون مثل ما أنت بدك الأفضل أنك تتجنب العضلي وتركز على الوريدي إذا أنت بدك تعطي جرعة وحدة ورايح المريض لا يوجد مشكلة بس إذا عندك بالمشفى ويريدك تعطي كل ست ساعات إبرة بالعضل لا ما هي فكرة مناسبة بس إذا مثل ما حكيت لك مريض جاي ويريدك تخرجه بعد قليل ما عنده كانيولا ومشكلة يعطي إبرة بالعضل هناك طرق كثيرة تتكلم عنها الترانسميكوزل الترانسكوتينيوس أي ما ستتكلم عنها لأنه غالباً نستخدمها بالألم المزمن ومانا متوفرة عندكم حسن ما أعتقد الآن دعنا نتكلم عن النقطة المهمة وهي قوة الدماء هذه الدراسة بريطانية تقريباً عمرها يعني تقريباً عشرين سنة وهذا الجدول من ميلر اللي بيعرفه ميلر وموجود في جدول في براش قريباً منه هناك فكرة نستخدمها بعلم الأدو هي النمبر نيد تو تريد النمبر نيد تو تريد النمبر نيد تو تريد يعني كم مريض كم مريض أنا أحتاج أعالجه بهذا الدواء حتى تنزل حدة الألم الألم الشديد السفير ألم خمسين بالمئة يعني أنا الآن عندي لنفرض عشرة مرضى هدول العشرة عندهم ألم عشرة من عشرة من هدول العشرة كم واحد أنا رح أعطيه بين هدول واحد جرام من هدول العشرة تينزل ألم وخمسين بالمئة ثلاثة فاصلة ثمانية كل ما كان النمبر نيد تو تريد تعالي نها الدواء شو ضعيف بالبوتنسي كل ما نزل الرقم كل ما كان الدواء بوتنت تأكد القوة على سبيل المثال أنا حطيت بالأحمر رقابة بنتين اللي أقول لكم لماذا أنا فعلا ما أحبه النمبر نيد تو تريد 11 يعني أنا أريد تعالج 11 مريض حتى واحد منهم ينزل ألمو 50% نهاية النمبر نيد تو تريد بينما أنا لو أخذت البنادول أريد تعالج تقريباً أربعة حتى واحد منهم ينزل ألمو فأنا هدول هؤلاء الأسود الأرقام هم خفيفة لاحظ الدكلوفيناك 50% إذا أعطيت المية أحسن الأيبوبروفين 600 لاحظ الأيبوبروفين 600 أقوى من 1000 ميلي جرام بنادول لا أعلم أنا مثلا جربت عندما أكون مصدة أخذ برووفين يستفيد على أكثر من البنادول ممكن أنها استفرق هذا الله أعلم فقط حسب الريسيبتور وحسب كيف الجسم يتعامل مع الميتابوليزم لكن هذه الأرقام بشكل عام لاحظ الأكزيكودون مثلا 5 ميلي جرام 2.5 أكزيكودون 2.4 أردت لكم هؤلاء هذا الجدول من برش أحبت لكم هؤلاء لأنني أعرف أنه موجودة عندكم أنا سألتكم بالإستباع لاحظ هذا الأمر بين 2 و 3 يعني هؤلاء هؤلاء أقوى هذا الكوكس 2 في معظم المسحبون من السوق لا أتوقع موجودين لكن هؤلاء الموجودين الكوديين أنا بعض المصانع أضعه ب60 أريد أن تنتبه الأفضل أبو 30 ديكلو فيناك 50 آيبو بروفين 4 نابروكسين 550 شكل عام النمبر نيتو تريت ما هو بالطال يعني 22 بينما لو قررنا تراما لاحظ أنت بالمقارنة بالنظر بنادول مع كوديين أقوى من ترامادول 100 طبعا هذا 60 البروفين حتى لما نرى لما تكون السهم عريض معناها ما معناها؟ معناها فيه اختلاف كبير بين المرضى إذا فكرنا فيها شوي ليش السهم عريض طبعا الترامادول لأنه الترامادول هو برو دراج ويعتمد بتكسيره على الإنزيم اللي حكينا عنه CYP ما كل الناس يشتغل عندهم نفس الشيء فيه ناس يشتغل عندهم كثير فيه ناس يشتغل عندهم كثير فيه ناس يشتغل عندهم قليل وعظم الناس بالوسط فلذلك يشوف ترامادول إسجابته صعب إني أنا أتنبأ فيها بدك تعطي وتجرب ما في مشكلة بس لا تتوقع أنه كل المرة يستجوبوا للترامادول والكوديين من نفس الشكل طيب فهمنا هذه قضية ننتقل على قضية أخرى طريقة أخرى طبعا الPCA نحن نستخدمها لكل المرة لا أعرف إذا موجودة عندكم أو لا هي فكرة الPCA تضع الأفيون بجهاز وتبرمجه كم يعطي كم يعطي وشو البدء وشو الكمية القصوى اللي ممكن يأخذها من رئيب خلال 6 ساعة 4 ساعة عادة منعطي هايدرومورفون أو مورفين أو إذا الناس عندهم فشل كلاويش ونعطيهم فانتني مثل ما لاحظين هو مقفول وفي مفتاح مغلق وأنت بتعطي المريض الطرف اللي بيكبس فيه على الزر طبعا هذا الطريقة بيحتاج أن يكون مريضك فاهم وواعي يعني بده يكون ما رح يكون طفل والكبار تذكروا ما حكينا عن الكبار عمس يقولنا لازم تعرف انت شو البيس لين تبع المريض يعني إذا مريضك ما كثير مجمع ما كويس انك تعطيه PCA لأنه ما رح يستواب عليك فلازم انت تعرف شو البيس لين تبعه طيب طيب بشكل عام قلن البيثيدي ما نستخدمه PCA وحكينا أمس بالمحاضر الثاني أنه أصلا ما كان مفروض نتجاوز يومين بالبيثيدي لأنه مشكلته النور ما تكسر بيتراكم وممكن يعملنا وممكن يعملنا وممكن يعملنا سيجر ماذا؟ ماذا؟ لما نضع مريض على PCA مناها بالحكم هذا المريض يجب أن يتراكبه لأنه إذا وضعه مستقر تأخذ له العلامات الحيوية نحن كل أربع ساعات الوضعه شوي خالف منه لا أكثر من أربع ساعات وطبعا أكرر أنا لما نقول علامات حيوية أتكلم عن خمس علامات حيوية الضغط النبض سرعة التنفس نسبة الأكسجين بالدم ودرجة الألم من صفر لعشرة هذه الخمس علامات نحن دائماً لازم نتابعها هذا الجدول تخصينا الجرع التي نستخدمها من PCA مثل ما قلت أنا محاضراتي كنت أحاول أن أضع فيها معلومات كثيرة حتى تكون مرجع لكم في يوم من الأيام أنت اليوم لا لديك PCA ممكن بعد لديك PCA حبيت ترجع له وتعرف ما هو الجرع ممكن ترجع له وفي المناسبة أتمنى أن الجميع وصلوا الملف الذي أرسله في الجرعات تبع الأدوية الذي لم يصل يرسل لي إيميل وبعدت له إن شاء الله دعنا نتحدث عن Epidural Epidural بالمناسبة هذه الصورة يستخدم هوا Air أنا لا أستخدم سلع طبعاً لا ندخل بالتفاصيل عن Epidural ولكن أنا من أنصار السلع الماء من أنصار الإير الذي لا أعلم لماذا يمكن أن أضعه Epidural يعني بما لا يعني نحن دائما نتكلم بالطب بالطب عندما نرى الإفدنس تبع Epidural يعني ما في شيء يعلو على Epidural أضع خطين تحت الكلمة غالة بشكل جيد الإفدنس الناس والجراحين يرون Epidural يعرف أنه ما دائما Epidural للأسف تشتغل كويس أحياناً تشتغل على طرف والطرف التاني ما تشتغل أحياناً ما تغطي كويس لكن إذا Epidural شغاله كويس ما في شيء يعلو عليه الآن هذه أحد الدراسة الدراسة كبيرة على آلاف المرضى قارنت Epidural بالناس التي تعطيهم مسكينات عن طريق الوريد لاحظ أن أنت الآلام تبع Epidural دائماً أقل لحد اليوم الثالث يوم العملية يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث يعني دائماً أقل بالإضافة ما هو فوائد Epidural ألم قل فوائد Epidural في الآلام تخفف استخدام الأفيونات عن طريق الوريد على مستقل الجهاز القلب في كثير دراسات وجدت أن تخفف حتى الأريثميا والإنفاركشن بعد العملية طبعاً لماذا؟ تسألني لماذا؟ أنا أقول لك أنت طول ما خففت ألم المريض أنت ألمه خفيف معناها قلبه لا ينبط بشكل سريع يعني ما في سترس عالي على القلب الجهاز الهضمي أيضاً بتسرع عودة حدث حركة الجهاز بالجهاز النفسي ما في أحسن يعني بالجهاز النفسي نرجع مرة ثانية أنا يهمني أن المريض من المحاضرة الأولى يأخذ نفس عميق يحسن أن يسعل يحسن أن يطلع البلغم يحسن أن يتحرك كل ما أنا أعمله أنا مثلاً لورثوراسي وأنا سنحكي أين سنضعها وسأساعده بكل هذه الأمور فإذن فوائد الأفيديورال لا يوجد أثنين يختلفوا عليها الآن ما الذي يحددني دعني أعرف ما الذي يحدد إذا الأفيديورال ستعمل كويس أو لا لدي أربع عوامل الكافتر انسرشن سايت كونجرس يعني أين مكان القصطرة مقارنة بالجرح يعني دائماً بدك تسأل الجراح من أين بدك تشوق وين الجرح وترجع بذهنك للدرماتوم سأعطيكم بالشرائحة هنا أين أريد أن أضع هذه القصطرة أضعها لورثوراسيك أم لا مثوراسيك أم لا طيب بعدين اختيار الدواء سنتحدث عن اختيار يعني أنا الأربع نقاط سألطيهم بالسلايدات القاعدة والدوريشن سألطيهم هذا الجدول القاعدة العامة القاعدة العامة أنه لما أنت تضع هاي ثوراسيك لأبدوريشن يعني نحن نتكلم على تي فور تي فايف تتوقع أنه اللوكل سيتجه تحت كودل ماشي وهذا أنا آسف نسيت تضع لكم صورة العمود الفقري إذا نتخيل العمود الفقري وين الحدبة صايرة إذا أنا حاطت وقت الحدبة مكان الحدبة فبدو ينزل لتحت إذا حاطت فوق الحدبة رح يطلع إذا حاطت بعد الحدبة مباشرة في رأسك رح يطلع لفوق القاعدة العامة إذا أنا عندي عملية مثلا ثوراسيك لازم حطه بين T5 Upper Abdomen حطه T6 ل8 T7 T7 to 10 Lower Abdomen 8 to 11 المكان اللي أنا بدي أحطه اللو ثوراسيك سيكون متصاحب مع نص الجرح يعني إذا نفرض إنه الجراح سيشؤ من من تحت السرة لأسأل السرة عندنا T10 وينزل فأنا من تحت السرة نازل هو لتحت مثلا T12 أنا إذا حطيته على T10 T11 ما في مشكلة بينما لما أنا بدي أحط أعلى من هيك هاي ثوراسيك لازم يكون مكان مع الطرف الأعلى من الجرح يعني إذا الجراح شائق من عند أعلى البطن من تحت عظمة السرنم هاي تقريبا T6 فأنا لازم حطها T6 على الأقل ما أتوقع أني أنا أحطها القسطرة T8 ولا أتحت وأنا أقول رح تغطي لي فوق لا ما رح تغطي المريض رح يتألم فوق فأنا إذا كل ما كان الجرح أعلى بدي أحسب أعلى نقطة بالجرح نقطة اللي أنا بدي أحط فيها القسطرة مرة ثانية إذا الفتح من أعلى البطن يعني ما تنزل تحت T6 لأنك بدك تغطي T6 طبعاً إحنا كيف نعرف T6 نشوف السكابيولا العظمة الخلفية الطرف الأسفل له هو T7 وبعد لفوق وممكن أنا أتأكد أعد من فوق لتحت بس بشكل عام أنا لازم يعني هذه النقطة مهمة يعني أنا أحيانا بروح شوف مرضى مثلاً بعد بيوم والله عم يتألم وتلاقي الكل عم يقول لك أخي هذا ليش عم يتألم طيب هذا عنده طلع على ظهره وشوف وين محتوطة القسطرة طب القسطرة محتوطة باللمبر كيف أنت حطت قسطرة باللمبر ومتوقع بدها تغطي الجرح من الف فهي النقطة مهمة لما نستخدمها هدول الجدولين أنا مخلني لكم معهم ما رح أدخل فيهم بالتفاصيل بس بس إنرفيشن ل اللور ميد لاين لابروثومي هذا الإنرفيشن فأنا إذا بدي أحط القسطرة لازم حط ببالي الدرماتومز وأحسب حسابي مثل ما حكينا قبل شوي الآن حطينا القسطرة كيف نتأكد إنها شغالة وهذا الكلام كمان ينطبع سابق على السبينال عندك سينسوري الإحساس والموتور الحركة والأوتونو والسيمباثاتيك ونزلان الضغط وكذا إذا حطيت الإبيديورال والسبينال ونزل الضغط هذا هو شيء سيء بس أنا شيء مطمن إلي التخدير إنه صار عندي أنا سيمباثاتيك معناها في شيء عم يشتغل طيب أنا كيف بدي أحدد وكمان هاي نقطة مهمة إذا أنت يعني وهون خلينا بس نفكر فيها شوي ويريت الجراحين يركزوا معي فيها الآن بطبيعة بشكل عام الجراح مستعجب بده إياك تخلص بده أخدر المريض بده يبلش بده يروح عنده عملية ثانية وله عنده عيادة وله كذا فتلاقي دائما الجراح إلا ما الرحمة ربي يعني بسطه محروعة خلينا نسميه بده بده يبلش فورا حبايبنا الجراحين طبعا ما حدا يزعل أنا كنت جراح أبل التخدير فأنا بدي مع الجراح إنه أخي ما عيش طوّل بالك كم ساعة يزيادة؟ عشر وزاعة يزيادة؟ دعني أتأكد أن هذه الإبيديورة شغالة أضطيت الإبيديورة أعطي test dose أعطي Lido هذا قبل فتح البطن وأنتظر عليه خمس ساعة وأقوم بفحص أفضل فحص أقوم بفحص أقوم بفحص أقوم بفحص لماذا بفحص بفحص؟ لأن الأقوم بفحص أقوم بفحص مع الدورس وهو ماشي جنب البحص حكينا بالمحاضرة الأولى أضط لي الثلج ويسأله ها بارد؟ ها بارد؟ أكد أنه شغال وأنه بالجهتين تفضل ويبدأ للعملية لماذا؟ لأنه إذا أنا لا أريد أن أعطي جرعة التجريد لأنه ما هو الفكرة؟ أنا أرى أحيانا هناك الكثير من الناس يضع لك القسطرة ويخدر المريض طيب خلصت العملية بلشنا بلنا نشغل القسطرة طبعاً شو أعرف إن القسطرة هي ماشي يمين ماشي يسار شغالة ولا مشغالة فالأفضل أنك تحطها وتعطيه وقته وتتأكد إنها شغالة وخصوصاً إذا أنت فعلاً إذا عندك مريض محتاجها القسطرة وعملت هالشغل وتعبت ما علش نطول عشر داعي نطول خمس داعي بس نتأكد إنها شغالة نتأكد إنه أنا مبسوط ويشغلها ويتطمن عليها إذا أنا مبسوط ويشغل القسطرة أعطي الدواء خلال فترة الجراءة ويشغالة ويخفف الغاز يعني بدل ما أنا أعطي One Mac أعطي 0.6 أو 0.7 لا أعطي أبيتونات على طول يعني شاهدنا إنك عطيت شيء يريد أن تتأكد إنه شغال طيب الآن نضعه بالخلطة القاعدة العامة إنك إذا أنت حطيت Local وضفت عليه أوبيويد لكن في حالات أنا ما بحث أن أضع أوبيويد تحديداً لأن الأبيويد يسبب لنا حكة عند الأنف مثلاً عند الصدر فبعض المرضى ينزعجوا من هذه يطلب أن أضعي الأبيويد لكن الأفضل أن الأبيويد يكون موجود نخلط هيدرومورفون أو نخلط فنتانيل معها لا يوجد مشكلة ويمكن أن نتحدث عن الخلطة بالجداول الآن في الشكل الوصول وإذا كانت الوصول أنه ينزل الضغط عندما نضع أبيويد ونستخدم بوبيفاكين نستخدم نستخدم 0.125 حتى 0.125 أحياناً بعض المرضى ضغطهم لا يتحمل فأنا سأذهب إلى 0.0625 يعني سأذهب إلى النص أحياناً حتى النص لا يتحمل فأذهب إلى أحياناً الوصول من الخلطة ويجعل أبيويد الأبيويد لا ينزل الضغط لأنه لا يعمل على الرسم مختلفة طبعاً تقول لي الأبيويد لا نقوي مثل الوصول إذا خلطتم مع بعض كلامك صحيح أنا عندما أضع الوصول من الخلطة تبع الوصول أكيد ما رح تكون من نفس فعالية الخلطة التي فيها الوصول مع الأبيويد بس أحسن من لا شيء يعني أنا لا أريد أن أضع الأبيويد كلها على الأقل أعطي أبيويد مثلاً هيدرومورفون أو أو نرى كم أنا أريد أن أضع القسطرة؟ طبعاً لا يوجد مرجع معين لك أن أضعها يومين أو عشرة أيام طبعاً معروف أنه ما طولت ممكن يحصلها ومعد تعمل كويس لكن بشكل عام من يومين لأربع أيام بعد العملية مع الآن لما نستخدم الأبيويد وهي نرجع للفارماكولوجي نحن قلنا الأفيونات بشكل عام لنا ليبوفيلك و هيدرو فيلك يعني يعني بحب يعني بحب الدهن يعني بذوب الدهن مثل الفنتانيل والسوفنتانيل فهذا ما قلنا هذا كويك أونسيت وشورت دوريشن ماشي والميكانيزم في أكشن بيقول لك سورا طبعاً هاي شوية أدفانس بس هي تأتي أسئلة بالبورد عادة لما حطيت هذا يجيب لك أسئلة بالبورد ويسألك عنها بهذه الشغلة إذا حطيت مثل المورثين والهايدرومورفول هذول مانون لايبوفيلك هذول هيدروفيلك أو لايبوفيلك هذول يأخذوا وقت أطول حتى يشتروا ويطولوا ومشكلتهم هذول رح نحكي عنهم بعد شوي لأنه بيطولوا ممكن يعمل لك أعراض جانبية بإذن تثبيت النفس لحد 27 ساعة بعد ما تبلش رح نحكي بعد شوي عن السبايل فيها طيب الآن بشكل عام إذا أنا بدي أعطي مورثين بالإبيديورال المورثين بالإبيديورال حوالي 10 أضعاف أقوى من المورثين بالإبيديورال ممكن أعطي المورثين إذا أريد أن أعطي بولث يعني 2 إلى 3 ميلي جرام ولكن سنتحدث بالشرايح القادمة عن تثبيت النفس فعلينا نرجع لها مرة أخرى بعض الناس يعطوا كلونيدين أنا لم أعطيت لا أعرف صراحة وهذا هو جديد موجود هذا الجدول ملخص للجرعات اللي ممكن نعطيها ك بالسبايل رح نحكي عليها بعد شوي أو بالإبيديورال أو بالإنفيوجين إذا أريد أن أضع إنفيوجين كيف أعمل حضر الخلطة أنا حاطين المباردين هذا المرجع أوروبي أنا ما أفضل المباردين بالإبيديورال المباردين كل صراحة ما أفضل السايد أفكت أعراض الإبيديورال حكينا عنها انخفاض للضغط مشكلة أنه ما تشتغل كويس الحكة كثير لما يكون من من الأفيونات إذا خلطنا فيها الغتيان واليوريني ريتنشن هاي يعني مهمة لأنه أحيانا بيعمل يوريني ريتنشن والتأثير عن النفس وهي راح نرجع لها بعد شوي طيب الطريقة الثانية اللي هي الانتراثيكال أوبيويد هذا ممكن بعد ما نخلص إحنا نستخدمها بكثرة هي عبارة عن سباينل مثل ما أنك شايف إبرة السباينل عم نستخدمها طبعا هذا مانو أوبيويد ونحط أفيون بعد ما نحطها بالسباينل الإبرة نحط الأفيون فالقاعدة العامة ما هي الطريقة؟ إذا أنا عندي عملية جراحة كبرى والشأ من أول بطن لآخره لا في الدولة الأفضل ما فيها نقاش لكن الآن مع الـ وخصوصا صار الـ كثير أمور يعني صار عندك حتى الاستئصال القولون معظمه بيصير الـ وبالتالي ما عد فيه الشأ الكبير من أول بطن لآخره في عندك شق أصغر وفي عندك بيشقه تحت يعني يطلعوا الكولون والشقوق الصغيرة اللي بيحطوا منها الإيدين تبع الـ وبالتالي المتوقع أنه أنا أقل فأنا ممكن بهاي الحالات أعطي إنتراثيكال أوبيويد طبعا الإنتراثيكال أوبيويد حالاته أن أعطي جرعة بسيطة جدا 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 ونحن نتكلم عن الجرعات بعد قليل وممكن أن يكون مفعولها لـ 18 ساعة أو 24 ساعة بعد العملية لما عملنا أننا مورفين أو هيدرومورفون طيب الإنتراثيكال أوبيويد نرجع لنفس القاعدة العامة محب للدهوم هيدروفليكال هو المثل عن المورفين والـ هيدرومورفون اللي هو بطيء هذا يشتغل أكثر في الدرس الهون يبدأ بوكت أبطع ويبدأ ويطول أكثر اللي هو منه ممكن لحد أربع شساء فإنه ممكن يصير عندك تثبت بالنفس لأنه بيضل عم بيطلع لفوق لحد يوصل للـ يعني بيضل يطلع وممكن يثبت لك النفس بينما الفنتانيل إحنا أحياناً نعطيه لكن الفنتانيل إذا بدك تعطيه إنتراثيكال ما تتجاوز مدة فعاليته الساعتين ما في كثير خوف من تثبيت أن نحن من المورفين طبعاً هاي مثل ما حكينا إذا أنا عطيت مورفين عن طريق الإنتراثيكال متوقع أنه خلال خمسة واربعين دقيقة يبلش يشتغل كل حد عشرين ساعة الجدول بيقارني بنفس الحكي اللي حكينا اللايبوفيليك ممكن يكون معهم برورايتس أكثر من الـ ساعة هاي الشريحة أزا ما رك يعني إذا نسيتوا كل راح تتذكروا هاي ما أي شيء ما أي دواء نحطو بالإنتراثيكال سبيس لا هل تتأكد بريزيرفاتيف فري؟ ليش؟ لأنه بيعمل لي نيورال توكسيسيتي فأنا مهم لما أنا بدي أعطي أنت مورفين اللي بيسموه ديورامورف لازم اتأكد أنه مكتوب هون شوفه بريزيرفاتيف فري أو بي إف المورفين ما مكتوب عليه ما بعطيه هذا الفنتانين مثلا بريزيرفاتيف فري هون مكتوب بحسن بعطيه هذا ما مكتوب ما بعطيه لا يمكن أنك تعطي أي شيء إلا تتأكد من الأمبولة هل هو بريزيرفاتيف فري ولا لا؟ وطبعاً لما بدنا نعطي لأننا نكون متأكدين لابس كفازات معقمة بعقمة الظهر مثل سباينل يعني مثل سباينل بنفس الشكل بس نتأكد أنه بريزيرفاتيف فري مهم جداً أنا حطيت لكم هين السوات في بعض الدراسات بيقولك إحنا بيحطوا كلونيدين أنا بصراحة ما استخدمت كلونيدين لأنه أضعف بس بيقولك كلونيدين لأنه لا يريد كثير يثبت لنا التنفس أنا ما عندي خبرة فيها فما بحسن أفتي فيها لكن موجود بعض الدراسات بيقولنا نستخدم كلونيدين الآن مثل ما حكينا إحنا عندنا مشكلة بالإنتراثيكا الأبيويد أنا نفسي أنصحكم وأقولكم كل مرضاكم إنتراثيكا الأبيويد لكن لا سأقول هذا الكلام السبب الآتي أنه إحنا في عنا حالات مثبتة أنه أعطيت إنتراثيكا الأبيويد ووقف النفس بعد عشر ساعة بعد عشر ساعة لماذا؟ لأنه مثل ما قلت لك هذا المورثيم هو هيدروفيلك فبيضل عم يطلع فبيضل عم يطلع يعني أنت ما تفكر حطيته وخلص ببيضل عم يطلع فممكن بيسببنا تثبت بالنفس فمهم جداً إذا أنا أعطيت إنتراثيكا الأبيويد أني راقب المريض 24 ساعة إذا أنا المريض بدي يطلع على بيته وبعد ساعتين رجاء لا تعطوه إنتراثيكا الأبيويد يوقف نفسه بالبيت بيموت المريض هي مسؤوليتنا إذا المريض منوم وفيه مراقبة مو بس منوم وتركينه مراقبة وفيه ناس قم بتشوفه ومنتبه عليه ما فيه مشكلة الآن في هاي القايدلاينز كمان النشرة الشهر الماضي أنا كنت أحاول لما أحضر هذا الكورس أن أجيب لكم أحدث القايدلاينز فهاي القايدلاينز مخصصة لـ Low Resource Environment تتعريف من المطبقة في الأماكن في الأماكن في الأماكن في الأماكن في الأماكن الأماكن أولا يكون يعني منطبقة بما تشتغلوا فيه بشكل عام ما فيه عدد تبريض عالي ما في أجهز مراقبة عالية الترماء مغطي له كذا مريض ما في عدد كافي فهذا كله لا ريسورس انفارومنت طبعاً هدول شو الـ guidelines تبعاً أول شي مين هم المرضى اللي أنا بخاف أنه ممكن يصير عنده نفس بعد الـ طبعاً هدول guidelines جاي مع الأبستاتريك بسيب تتطبق على الكل أنا تخدير عام الناس اللي نزل أكسيجين عندهم بالـ الناس اللي معطيهم مغنيسيوم الاسمان اللي عندهم ابستركتيف سليب أبنية يستخدمون الـ F-U-NAT بشكل مستمر الـ الـ هدول كون انه ممكن يثبت النفس عندهم طيب أنا شو بدي أعمل طبعاً هذا الجدول أنا رح تركوا لكم يوم كنت ترجعوا له رح يمشي على الشريحة البعدة اللي أنا ملخصة الجدول بس هذا فيه معلومات أكثر الآن الفكرة الآن من آخر رفيق المورفين إذا أنا مريضي ما عنده من هدول risk factor وحالفي وأموره كويسة طريقة تالية عادة أنا المورفين في دراسات في دراسة حلوة عملوها لأنه حدا شاكل المورفين هو الحقي بتذبح للمريضة أحيانا المرضى يعني بكرح حاله إنه ليش عطيتني هذا أنا أهون عليه الألم ولا الحكة خصوصاً إنه أفضل علاج الحكة اللي هو نيوبان نيوبان وما بتوقع موجودة عندكم الـ الـ الانتيهستامين مثل البندرين وهي الشغلات ما بتفيد بالحكة تبع الأوبويد يعني الناس بتعطيها ما بتفيد بالحكة تبع الأوبويد فبالتالي إحنا منعطي 150 مايك إحنا منعطي 150 مايك مورفين نعطيها مثل نعطيها مع عمليات فتح البطل نعطي 150 مايك لأنه 150 مايك وجدوا أنه تعطيك أفضل علاج فإذا أنا بدي أعطي انتراثيك المورفين طبعاً هذا القاعد بتنطبق على الإبيجورال والإنتراثيكال يريد تركز فيها إذا عطيت لودوز اللي هو من 150 مايك مايك وميليجرام مايك عن طريق الإنتراثيكال هذا بيعتبر لودو أو إذا عطيت إبيجورال من 1 إلى 3 مايك هذا اللودوز لأن هذا المريض يجب أن يراقبه كل ساعتين كل ساعتين لمدة 12 ساعة وكل ساعتين يجب أن يرى عدد مرات التنفس الآن الجرعة اللي هما هذون قالوا ممكن تستخدمها أنت ب ال 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 ميليجرام 0.5 ميليجرام مورفين أو 1 ميليجرام إبيجورال هذا يسموها الأكثر لودوز هذول ممكن أنك أنت لا تراقبه كل ساعتين ممكن لكن المشكلة لا يوجد دراسات حاولت تدوركم هل هناك دراسات على 50 مايك هذا كله كلام نظري هل 50 مايك قوتها وفائدتها 150 مايك قطعا لا لكن كم فائدتها لا نعرف بصراحة لأنه لا يوجد دراسات عليها إذا أعطيت أكثر من 150 مايك هنا تدور خطورة هنا تريد مراقبة بشكل أعلى إذا أعطيت أكثر 150 مايك أو عنده هذه عوامل خطورة معناها أنت تريد تراقب له النفس كل ساعة 10 ساعة بعدين كل ساعتين لمدة 24 ساعة أريد أن أتكلم الآن لنقطة مهمة وتهم الجراحين خلصنا من الفيديورال خلصنا من الترثيكال الآن سنتحدث عن الوكال الذي نضعه طبعا أول شيء أريد أن أخبره الوكال أنا أعطي كل الجراحين يضعوا الوكال إلا إذا كان هناك مشكلة الوكال مفيد طريقته سهلة خلطه نحن نحن عن الجرعات ويستخدامه مساعد أنا حطيت لكم رابط يوتيوب هنا إذا ممكن تتفرجوا المرح يفتحوا بشكل وقت تتفرجوا على هذا الرابط عن طريقة الميزة لأعطاء الوكال لأنني أنا أحيانا أرى الجراحين مثلا يترك يظل طالب أو يظل متدرب أو لا خبرة كثيرة تتفرج كيف يضع الوكال يقول ما الفائدة من الوكال الذي تضعه لازم أنت تضع الوكال بالتريقة صحيحة حتى نعم ماليو طبعا الوكال معظمنا بيخلطه مع مقبضات اللي هو الإبنيفرين وبالبريطاني بيسموه الأدرينالين إلا إذا كان في كونترا إيديكيشن إليه إذا عنده ضغط عالي أو أنت بدك تخدر طرف مثلا الأصبع لا تحط مخدر موضع مع إبنيفرين لما بدك تخدر أصبع لأن الأصبع هي بيسموه dead supply فبالتالي أنت ممكن في الأصبع تعمل إسكيميا نحن عادة نخلط خمسة مايك إبنيفرين بكل ملي من المخدر تكون التركيز واحد لمئتين ألف من خواص المخدر الموضعي رح نتكلم عن هبس خواص عام عادة المخدر الموضعي كيف يشتغل يشتغل على الصوديوم بيعملها بلوكيج بيثبتها في نقطة مهمة نحن نعرفها كمان أن الأعصاب ما كلها مثل بعض فيه أعصاب صغيرة فيه أعصاب كبيرة فيه أعصاب سينسوري فيه أعصاب موتور فيه بعضها A دلتا فيه C فايبر فاستجابتها للمخدر الموضعي بتتفاوت بالسرعة ماشي؟ وهذا الشيء إحنا حتى بينطبق لما منعطي سباينل إحنا لما نعطي سباينل أول شيء رحي نشوفه اللي هو الـ Autonomic Effect بعدين بتروح السنسوري آخر شيء بتروح الموتور سباينل أنا بشوفها وهي النقطة مهمة إنه بيجي مثلا الجراح عم بيعقم البطن والله المريض كنت وعم بحرك رجله يا أخي طيب ماشي المريض أنا شغل ونزل معناها إحنا ماشي بالاتجاه الصحر تطول بالك عليه خمس داعي ومعناها إنه السباينل ما هو شغال هذا معناها إنه الأعصاب تتجاوب بشكل مختلف للموضع بوضو موضوع اللايبو اللايبو مهم بتحديد قوة المخدر الموضعي في شغل اسمه البيكي هاي شوي أدفانس يعني للتخدير هي اللي بتحدد سرعة شغل بداية الانست تبع اللوكل فتاب يعرفوا التخدير سوف نضع بيكربونات الصوديوم حتى نرفع البيه ويمكن نسرع العمل حتى نطول مدة عمل اللوكل رح نحكي بالشرائح القادمة بس الإبينفرين شوية يطول العمل خصوصا مع اللايلوكين مو كثير مع الروبي والبي ممكن نحط بالتخدير الطرفي تحديدا نعطي ديكساميثازون ما نعطي بتحت الجلد وما نعطي بالسفاينل ما رح فوت بالتفاصيل هون بس احنا اكثر شيء بالتفاصيل الماركين أنا بنصح باستخدامه أو الروبي باكين كمان كويس الروبي باكين بشكل عام هو شوية أضعف من البوبي باكين بس الكاردك توكسوسيتي عنده أخف من البوبي باكين بالنسبة للناس اللي رح نتكلم بعد شوي عن الجرعات قلنا تكلم عن الجرعات قضية الثانية الجرعات للأسف في نقطتين بالجرعات أول شيء لما نقول التوكسيك دوز هيكلها دراسات لأنه لا يمكن أن أنا أعمل دراسة على إنسان وعرف التوكسيك دوز لذلك بتلاقيها مختلفة من مرجع لمرجع لكن أنا وهي قاعدة اللي لازم استخدامها بالطب أنا دائما أمشي بالأقل لأن خليني بالساف سايد ليش أنا أخذ الرجل ومشي على جرعات أعلى فبالتالي إذا أنا خلط أبنفرين طبعا الجرعة رح تكون أعلى فهون عندك الجرعة يعني أنا مثلا اللايدوكين إذا خلطت مع أبنفرين ممكن أعطي 7 ملي كيلو إذا ما خلط أربعة ونص خلينا هون على البوبيفاكين ثلاثة مع إبي ثنين ونص بدون إبي ولاحظ أنه أنا لما أعطي إبي شوية طولت مدته هلأ في نقطة مهمة أنا بدي تنتبه عليها لما أحسب أنا الجرعة وهي النقطة دائما أنا أشوف الأخطاء فيها بقول لك هذا الوريد وزنه 60 كيلو أضرب 160 والله بالأخير تيجي تطلع والله أوف بدي أعطي أنا 30 كثير لذلك الفكرة اللي كنا نحكي عليها في محاضرة مبارح عن الأوبسيتي كيف بدنا نعطي الدوز هل نعطي أعطي 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 فأنا ما وجدت مصدر دقيق لهذا لكن القاعدة العامة 120 كيلو غرام ما أعطي أحسب له 120 ضرب ثلاثة لا أضرب 100 يعني ما تتعدى المية إذا تحت المية ما في مشكلة خد الوزن هاي القاعدة اللي أنا بمشي عليها هل في طريقة سهلة وممكن نستخدمها خصوصا للي ما بحبو هذه الشغلة إذا أخذت quarter percent اللي هو point one two five أفلا وخلطه مع إبنفرين مثل ما حكينا one and two hundred thousand فممكن أنت تحسب one cc one cc بس كمان خلي عندك ما يعني مو معقول أنت تجيب 200 cc وتعود تحقنهم بالمرض يعني مثلا مية هذا الماكسيم حتى 13 مية يعني إذا عندك جرح كبير ممكن 60 cc بيأخذ الجراح وبيحقن بيغطي الجرح بشكل كويس إذا أنا عندي جرح قيصرية 20 cc بكفي لما نعطي إحنا local مهم أنه دائما نعرف أنه فيها systemic toxicity لذلك لما أنا قبل ما أعطي local بدي أسحب دائما أتأكد أنا ما عم بحقن جو الجهازة الدوري الدموي وبالتالي أنا بعمل toxicity ممكن يعمل toxicity ويصير مريض عنده arrythmia ويتخربط لبضات القلب وممكن المريض يوقف قلبه وممكن يصير عنده neurotoxicity ويصير عنده تشنوجة الاليرجي بشكل عام ضعيفة جدا وهي نقطة مهمة وتيجي أحيانا بتسأل مريض ما عندك حساسية بيقول لك أنا متحسس للمخدر موضي نادر جدا التحسس بمخدر الموضي وخصوصا اللي احنا رح نتكلم عنهم هون اللي هو السترس الامينو السترس الحساسية جدا قليلة فاللي بيصير انه المريض حصل عنده مثلا toxicity ما هو اليرج وتشنج ويكونوا وحاطينه مثلا والله هذا المريض عنده حساسية الأدوية الالوكال مهمة لأنه مثلا ما حكينا السترس هم اللي ممكن يكون معاهم الاليرجي بسبب البابا هذا بيسمو البرامينو بنزويك أسد المادة اللي بيحطوها معه احنا في حاجة مهمة جدا لما نستخدم لوكال سواء استخدمنا تحت الجلد سواء استخدمنا تخدير طرفي سواء استخدامه بالإبيجورال في شغلة اسمها الوكال 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 سواء الوكال اللي هو الوكال هاي لازم يكون عارفينها عارفين كيف نشخصها وأعراضها وكيف نعالجها وبناعا عليه لازم ما نتعدد الوكال الوكال لازم نعمل مونيتوريج فيها أهم علاج لللاست اللي هو الوكال 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 التوكسيسيتي اللي هو الانتراليبت بالنظام لا يمكن انت تعطي لوكال إذا ما عندك الانتراليبت موجود عندكم بس ممكن نتكلم فيه بعد شوي الانتراليبت هو على فكرة هو نفسه الناس اللي بيعرفوا بالإي سي يو لما نعطي تغذية عن طريق الوريد اللي هو يسموها TPN نعطي لبيد هو نفسه هذا الليبت اللي هو 20% بالمناسبة البروبفول في لبيد بس مشا لونه أبيض بس ما بيجوز أنك تعالج اللاست بالبروبفول لأنه ستسبب له الخفاة بالضغط في لبيد وأصلاً لو بدك تحسب أنت الجرعة نحط لكم الجرعة هون كيف حسابها لو بدك تحسب الجرعة أنك تعطي بروبفول فإذا أي أحد قال أنا عندي بروبفول فيه لبيد غلط ما بيصير نعطي بروبفول لأنه بشكل عام الإبنيفرين لما بدنا نعطيه يعني أنت بدك بس يكون عندك لبيد ماشي وتشترك ACLS نمشي البروتوكور تبع ACLS بس بدك تخفض الجرعات الإبنيفرين جرعته أقل وتتجنب الفازو بلوكر والبيت بلوكر تتجنب هم فعادة هو بيجي بكيس نحنا عنا في 100 ملي أنا بشي الكيس بعطيه المريض لكن الجرعة 250 ملي عفوا الكيس بتشيله بتعطيه المريض على مدة ربع ساعة وبعدين تعطيه أو بتكرر الجرعة طبعا هاي الـ 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 وي описании مريض الـ 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 ويجب آخر لحاله لكن فعلا هي من أفضل الأشياء التي نمش لأمضى طبعا أنا سأستخدم إيكو الإيكو في دراسات لما لا يدعم مجال للشك إيكو استخدامه أأمى من استخدام نسبب ليش أقل سايد افكت وهي في دراسات عليها لكن من ناحية الفاعلية ما كثير قوية الدراسات بس احنا شفناها بممارسنا انه بالإيكو فعلا انت تعمله افضل من النيرف استيميليتور لان النيرف استيميليتور انت فكرتك انك عم بتقرب على النيرف وشاهدك عنه حسب الاستيميوليشن بتزيد الاستيميوليشن بتخفف الاستيميوليشن حتى تتقرب عليه بينها وبالإيكو انت عم تشوف النيرف قدامك وعم تيجي لعنده وعم تحط المخدر حواليه وعم تتطلع كيف عم يمشي المخدر حوالي العصب نحاول نعمله كورس ومحاضرات لحاله الآن قربنا ننتهي بس انا رح اختم بفكرتين هي الإيراس اللي هو الانهانس ركوفري افتر سيرجري الانهانس ركوفري افتر سيرجري باختصار للجراحين وهي انا بدي ارجع للسؤال اللي سألته بالاستبيان انه هل تعطي المريض مسكن عن طريق الفم قبل العملية مباشرة الجميع جاوب لا لانه المريض صايم طبعا الجواب نعم نعطي المريض الآن الفكرة السابقة انه انا صوم المريض من مص الليل وبيجي المريض صايم 12 ساعة هاي الفكرة وجدوا انه ما بتساعد باستشفاء المريض بعد العملية الجراحي طبعا انا لازم صومه والقايدلاينز تبع 6 ساعة 8 ساعات تبع الاسا ما زالت موجودة ولازم يمشي عليها لكن ما نعطي احنا نسب المريض يشرب توائل حصرا الماء لحد قبل ساعتين من العمل في احنا منعطيه ماء مع كربوهايدرات طبعا مخلوط مثل مية سكر نعطيه لحد الساعتين قبل العملية بيشرب المية الكربوهايدرات لماذا؟ لانه وجدت الدراسات انه بتخلي الانيرجي موجودة عند الجسم ما بينزل السكر بالجسم انه اذا نزل السكر للجسم ماذا بدي يساعد الجسم؟ يكسر لك حتى يعطيك غلوكورث فانا اذا انا جايبه من البيت للمريض بيشرب مي مع سكر ما في مشكل اذا بدي يشرب عصير بيشرب عصير بدون لوب يعني عصير تفق ممكن يشربوا لحد ثلاث ساعات اربع ساعات بس اذا بدوا يشربوا لساعتين يعني ممكن انا مشيلوا ياها لكن اذا عصير لازم صار اربع ساعات فانا شو بعمل؟ جزء من الايراس انه قضية الصوم هاي تغيرت الفكرة فيها والقضية الثانية اللي هي بالنسبة للجراحين انه بعد نحط انجي تيوب لكل عمليات البطن الافتوح صار المريض انت بدك تمشي فورا بدك بالنسبة للتخدير من الايراس انا عاسف طلعت على الموضوع بس نكون شيق بالنسبة للتخدير بدرنا نخفف السوائل بشكل كبير ما نعطي سوائل كثير لانه كل ما تعطي سوائل في فترة العملية هاي الكريستالويد وجدوها انه تروح على الامعاء فبتخفف حركة الامعاء فبتطول للريكوفري فصار عنا حاجة يسموها بالنسبة للتخدير وممكن ان شاء الله نحكي عنه بمحاضرة الثانية لكن قضية الالاج الالام علاج الانام قبل ما فوت المريض على غرفة العمليات بعطيه خمشة حبات بنادول نانستيرويدل نعطي سيلوبركس يعطيه يعطيه ممكن تعطيه تعطيه أوكزيكودون يعني انا صدقا بجيب المريض أربع خمسة حبات بيبلعهم ما بنعطيه مي كثير يعني يبلع الدواء عشرة سيسي خمسة سيسي ما بتضر شي انه يبلع الدواء وبشربه اياهم رح اتكلم عن الخلطة هاي بالشرايح القادمة لما انا اتكلم عن الملتي مودل الانالجيزيا شو فكرة الملتي مودل الانالجيزيا الان احنا دخلنا بالفن انا فيه اشياء ببالي اذا تذكروا المحاضرة الاولى هناك ترانسدكشن ترانسدكشن ترانسميشن مودلشن وترسيبشن وتكلمنا عن الانالجيزيا وتكلمنا على الانالجيزيا لما انا بدي اعمل الخلطة تبع علاج الألم أنا لازم فكر فيهم هدول كلهم اذا اريد اعطي نونستيرويدل سيؤثر لي على الترانسدكشن سيؤثر لي على المدوليشن أثر على البرسيبشن ماذا أريد اعطي شيء أثر على البرسيبشن؟ ممكن أعطي الألفا 2 بلوكر أو أعطي نرجع مرة ثاني الأبيويد بيؤثر هون بيؤثر هون ولكنه لا يؤثر على الترانسدكشن الداعمة عندما أفكر حط انا مثل check mark ببالي هل غطيت الhyperalgesia نعم لا هل غطيت ال NMDA receptor هل غطيت الprostaglandine هيك انا بدي فكر لما حطت الخلطة تبع بدي مثل check mark ببالي انا بدي يغطي 1 2 3 هاي المخطط اللي بدي اعمله طيب ونحط ببالنا هذا المخطط طبعا اذا لاحظنا التخدير الطرفي او epidural بيساعد بيوقفنا الترانسميشن يعني انت ليش هو احسن شي لانك انت الترانسميشن الانتقال الاحساس انت وقفته شو بدك احلى من هيك يعني انت مخدر تخدير طرفي ماعد فيه احساس فبالتالي حتى هذا ماعد انت فيه داعي توصل له بس اذا انت ما موقف الترانسميشن لازم تفكر بهدول كليات القاعدة العامة التانية انه نقلل الافيونات اقل شي ودائما تكون برأس الحرم مو باسفل الحرم طيب هاي جدول مقترح لبعض انا كيف ممكن اعمل الخلطة تبعي لاحظ انا دائما عندي systemic وعندي local وعندي regional وعندي Neuro Axial هيك بدي فكر كل ما انا بحسن اعمل Neuro Axial لازم اعمل انا احسن اعمل regional لازم اعمل طيب ما بحسن انا عندي ما عندي امكانيات بدي فكر بالاشياء الثاني ثراعاتومي فتح الصدر رازم اعطيه شوية اكيويد لانها مؤلمة اعطيه Non-steroidal اعطيه بنادول اعطيه كتامين ماشي واعطيه اما Paravertibral Block اذا ما بعمل Paravertibral Block خلي الجراح يعمل له Intercostal Nerve Block ما في مشكل بس ال Paravertibral Block احسن او اعطي له اذا عملية بالجهتين وعملية كبيرة الابيديورة الاحسن ماشي بس اذا الجراح بده يعمل فتحة صغيرة منظار لا ما حط له ابيديورة خليه يعمل له Intercostal Nerve Block حتى ممكن بالنسبة للجراحين الصدرية اذا انت حاطت منظار بتشوف بتحط الابرة وبتشوف فوق تدخل على التجويف الصدر واسحب شوي الابرة واحكين وانت بتشوف كيف عندك الميوكوزة Open Laprotomy يفضل الابيديورة بس ما تحسن الابيديورة ممكن تعمل ما تحسن Tab Block ممكن تعمل Lidocaine Infusion كتامين وتحط له خلطة لاحظ انه خلطة موجودة بالكل ما في ولا عملية انا ما بيعطيها باندول 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 من قبل العملية انا بدي يعطيهم الورال انا بدي أعطيه قبل عملية ماشي ليش انا بدي أعطيه قبل العملية انا كنت بأجلها لبعد الاخير لانه اذا تذكروا بالشريحة اللي قلنا فىها الPeak الPeak action الورال فارستامول فأنا ليش تأعطيه بعد العملية واستنى عليه ساعة أنا بعطي هاي الأدوية قبل ما أدفش المريض على العملية وخلي فترة عملية ساعة ساعتين ثلاثة يمتص بيصح المريض موجود بالجهاز تبعه بندول موجود النانستيرويد الموجود الأوبيويد حتى موجود يعني إذا أنا بدي أعطيه أكزيكودون ولا أعطيه ما في مشكلة أعطيها قبل العملية وين المشكل هي كل حبة ومع شفت مي طيب هون إنه حكينا عن الانجيزة غطيناها حكينا عن الأدوية غطيناها دائما أرجع والمهم إنه نحكي مع المريض نهدي المريض نشرح للمريض شو اللي رح يصير شو التوقعات ونبني هاي العلاقة وبين المريض أو المريضة طيب حكينا عن كل الأمور هاي حطيت لكم هون رابط للإيراث هذا الرابط إذا فتحناه نروح على صفحة الإنحاس ركب في بروتوكولات معمولة للتخدير وللجراحة مع هاي العمليات في واحد في بروتوكول بس اضغطوا على الرابط في بروتوكول للكولوريكتل سيرجري فيه للغينوكولوجي فيه للكارديوكتل في راسك يعطيك التفاصيل بس الفكرة هي نفسها تتكرر اللي أنا حكيت لكم هي ملتي مودل أنجيزيا بتخدمهم كلهم تحطهم مع بعض بس هاي بروتوكولات موجودة هنا جيد للإبطلاع إحنا مثل ما حكينا ساعة نخفف الأبيويد فبالتالي الأبيويد في هاي كمان دراسة حديثة عملوها من الإنحاس ركبوري سوسايتي فسألوا ثلاثة أسئلة رح مر عليهم سرعة ما هي استراتيجيات لإمكاني استراتيجيات ما هي استراتيجيات اللي بتساعدني في استخدام الأبيويد اللي هو الملتي مودل أنجيزيا الخلطة اللي حكينا عنها هل ممكن هذا بيجاوب على سألوني ياها الزملاء هل ممكن نعطي أبيويد فري أنستيزيا هل هذا الشيء ممكن يعني أنا مخدر المريض كله لا أعطي أبيويد أنا أشوف أنا زايدة لا أعطي أبيويد أصال مرارة عن طريق المنظار لا أعطي أبيويد إلا إذا بأسوأ احتمالات أعطي شوية فن تاني لماذا هات عندي كتورولاك كوية بعطي بعطي الخلطة طبعا دعنا تذكر إذا أنا كتورولاك يعني نانستيرويد يريد أن أعطي ضروري انتبه هنا أنه لا أعطي أكثر من نانستيرويد حتى لا يزيد التوكسيسيتي فمهمة لذلك الحكي بين الفريق مهمة إذا الممرضة أعطت مثلا 800 ميلي جرام آيبو بروفين قبل العملية عري بالفضل أني لا أعطي كتورولاك مباشرة لأنك تعمل تونانستيرويدا ممكن تؤثر له على البليدك ممكن استنى شوية إذا ما أعطت أعطي كتورولاك فإذا أنا عملية استقصال عن طريق المرارة أعطي بنادول أعطي حتى إذا أريدك أعطي بنادول أعطي أعطي 1 جرام و60 ميلي جرام كوديين معه هذه واحد وأعطي معه 800 ميلي جرام وأعطي 800 ميلي جرام وأعطي الجراح يضع على المكان المنظار ومكان وشوف لا تعطي أوبيول وأصحى أعطي المريضة ونرى إذا أحتاجت شيء ممكن أعطيها شوية أعطي بشكل عام يعني هي هي ثقافة بصراحة ثقافة هي بالبداية ستكون صعبة علي نتخيل أنه نعمل هذه العملية بدون ما أعطي عشرة ميلي جرام لكن أنا أنا أعطي كيتامين وأعطي ليدوكاين وأعطي 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 لوكل لكن إذا أريد أن أعطي لوكل وأريد أن أعطي ليدوكاين أعطي جرأة اللوكل والليدوكاين إذا أريد أن أعطي 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 تخدير بدون هذا الجدول آسف ما أنا واضح كثيرا ممكن أن أعطي لكم الورقة هذا الجدول مقترح لشو أنا أعطي إذا كانت العملية أقل من ساعتين إذا كانت العملية أكثر من ساعتين طبعا البندول دائما موجود بروفين هون بيعطوا ثمامية دائما موجود القابابنتين بيعطوا الكتامين والليدوكايني يعطوا بولوس إذا كانت أقل من ساعتين وإذا كانت أكثر بيعطوا انفيوجين بيعطوا الـ PCA بس إذا كانت عملية طويلة رح أختم بهذا الملخص لعلاج الآنام بالأماكن اللي ما عندهم كبيرة في دراسة عملوها الـ IASP International Association for the Study of Pain لا يعرف بالضبط وين عملوا الدراسة في مكان أتوقع في أفريقيا وكان استبيان فوجدوا انه اللي ردوا كان التخدير خمسين بالمئة كان ردهم انه ما أخذوا تعليم كافي عن علاج الآلام وكانت هي أحد أهم الأسباب اللي ضد انه يكون عندك علاج الآلام جيد فأجت جمعية بريطانية اسمها الـ World for the Society of Anesthesiologists راحة عملت شغلة اسمها عملت ويب سايت يريد تدخلوا على هذا الويب سايت في حوالي مئة محاضرة في فيديوهات كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل كله مجانا على فكرة مجرد ما تنكر عليه تروح هذا وهون عاملين كتيب عن تخدير الأطفال وتخدير النساء والولادة كمان كتيب جيد فهذا المراجع جيدة ومجانا من الـ WFSA ومجانا من الـ WFSA القواعد العامة اللي لازم نستخدمها وآسفة الإطالية باقي شريحة ونكون خلصنا القواعد العامة اللي لازم نستخدمها لما أنا بدي عالج آلام بمكان أنا ما عندي فيه مجانا من الـ WFSA قاعد العامة أن تستخدم شيء موجود ورخيص إذا شيء غالي حاول تتجنبه هاي واحد اثنين استخدم الأشياء اللي ما بدها مونيتور عالي واستخدم الأشياء الآمنة الأشياء الآمنة ليش؟ أنت مانك فاضي وما عندك مونيتور وأنت يعني بالجو اللي إحنا عارفينه ليش حتى تحط نفسك بموقف ممكن تضر المريض وتضرك واستخدم الأشياء السهلة الآن منظمة الصحة العالمية في 2017 عملت لستة من الأدوية سمتهم الأدوية للأماكن محدودة الدخل أو محدودة الموارد هؤلاء الخمس أدوية حسب نظامة WHO يجب أن يكونوا موجودين اللوكل هارستامول الأوبيويد الموارفين المعنى السيرويد تحدينها جميع البحثة وأنا أتأكد الخمس أدوية الموجودة لكم لماذا لا نستخدمهم ونقوم بعمل الملتيموديل الأنالجيسي هذا الجدول الجدول مخصص للأماكن محدودة الإمكانيات يقولك الانتراثيكل مثل ما حكينا الأفضل عندك تعطي 50 مايك صح أنه مفعولها أقل بس أأمن من أنك تعطي 150 مايك أو أعطي فن تاني مراكب المريض الوكال انفلتريشن التابلوك على فكرة كثير سهلة التقدير أنتم ممكن تتعلموها مجرد أنه عندك كثير سهلة وتشوف لك فيديو فيديوهين تتعلمها كثير سهلة وأنا ممكن أعطي فيها محاضرات بنادون نعطي هاي جرعته أيبو بروسيين إلى آخره الكيتامين كيتامين حكيت أنه وأتمنى أن تستخدموا حكينا أنه إذا بدك تعطي إنتراثيكل مرفوكسين مايك مايك هاي مهي مليقرام نتبهوا هذه آخر شريحة خلصنا هاي طريقة أنا مستخدم مرضاي مفيدة جدا كيف نعطيك المريض أدوية بسيطة بسيطة مع بروفين طبعا البنادول ما هي الجرعة القصوى عندك؟ الجرعة القصوى أربعة مليجرام أربعة مليجرام أربعة ألاف مليجرام في بعض المراجع رح تشوفوها ثلاث آلاف وأربعة آلاف أمشي مع الثلاث آلاف بس إذا كان مريضك عنده عملية كبيرة وآلام شديدة ممكن تمشي لحد الأربعة آلاف بس ما تكثر من اليوم يومين الآيبو بروفين ثلاث آلاف وميتة فأنا ماذا أفعل؟ أول يوم بعد العملية أول يومين أنا في المريض هدول الدوين على الساعة كل مريض كل دواء بأعطيه كل ست ساعات إذا طلعنا هون لنفرض المريض طلع من العملية على الساعة عشر الصبح بلشت له أعطيته جرام بنادول الساعة الظهر تبلش البروفين ترجع يعني واحد هون واحد هون فبالتالي شو اللي يصير؟ انت كل ثلاث ساعات عم تعطي الدواء وسكن للألم وما تجاوز التوكسك دوز وبنفس الوقت غطيته بشكل جيد أتمنى وصلت الفكرة دائما 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 ابدأ قبل العملية قبل ما تدخل مريضك عمليا إذا ما فيه أي موانع بلش له البنادول بلش له الايبو بروفين بدك تعطيه ترامدول تعطيه كودين غابابنتين كلهم نعطيه يوهم خلطه قبل العملية وخلي يصحى من العملية وهن موجودات بجسمه لا تستنى حتى يصحى وتعطيه إذا كان فيه مانع ساعته بلدك تعطيه بلدك تعطيه بلدك تعطيه بلدك تعطيه بلدك تعطيه ما فيه مشكلة النقطة الثانية وآخر نقطة هي آخر كلمة رح أحكي لكم ياها لما نعالج الآلام مهم أنه التخدير والجراحة والتمريض يشتغلوا كفريق يحكوا مع بعض يعني يتناقشوا مع بعض ويقولوا لبعض شو عاطينا وشو عملنا ويدككوك علاج الألم يتقع على الجميع الأفضل أن يكون التخدير هو القائد فيها لأنه عنده المعلومات الأكبر عن علاج الألم لكن الجميع بده يشارك فيها الجراح إذا خايف من نزيف بيحكي أنا خايف من نزيف الجراح إذا خايف من نزيف يقول أنا خايف للشي هذا ياريت ما نعطيه هاي شيء يعني نحكم وإن شاء الله أنه تكون أمور كوي يعطيكم العافية وشكرا طولنا عليكم وإن شاء الله أنه يكون هالكر للجميع